لو الزمالك ارادت تعاون مع هذا الامر نستطيع فعلا ان احنا لان ننفذ بعض في الصفقات وفي نفس الوقت ننزل الاسعار لو الزمالك ارادت تعاون يعني الزمالك لو بعثلك طلب ضم لعب مش دارو ياخد مني لكن انا هو مفيش داعو نتخني على لعيب يعني ومش كل لعيب هو يطلبه اعبعت انا فاكس مش كل لعيب انا اطلبه حتى لو مش عايزوا يبعثلي فاكس كده انا ممكن ما نفسكش في ده وانت ما تنفسنيش في ده وخلصنا اذا انت من جانبك كمسؤول برضو على التعاونات الالي اذا ما تعملش كده الالي لان يزحم الزمالك على صفقك مش لن اه لم لازم نتعاون برضو اذا تعاونت معي انا عندي استعداد اتعاون معك اه بس ما تقوليش عشر لعيبة اه بحيث تحتكر السوق بعدين تقولي انا عايز دول طب انا ما انا حواش منهم ناس اه فحاجة اقولك ايه طيب الاتنين تلاتة دول مش هلعبك فيه لا ما تلعبنيش فيه وانا مش هلعبك في السبعة دول اه اذا نستطيع لو خطر الوضع الاقصادي ده خطر اه الاقصادات كرة القدم تتعرض لخطورة بالغة اذا انت برضو كمسؤول للتعاونات في النادي الاهلي ترى انه العمل المشترك مع الزمالك لصالح ضبط السوق والصالح الناديان الناديان طبعا مش معقولة يعني امه مش معقولة ان احنا لا انا حاخد كل العائمة السوق لا انت حاخد كل العائمة السوق وعلى فكرة تجد ان ايه بنتنفس في تلاتة مثلا في مركز واحد اه احتياجاتك غير احتياجاتك لا حتى لو احتياجاتي زي احتياجاتك ليه انا نفسك في تلات لعيبة طب ركز انت على ده وانا على ده في نفس المركز نتنفس عليهم التلاتة اللي ايه ركز انت فده وانا حركز فده بس لا انت هتضم التلاتة ولا انا هاخد التلاتة بس هنرفع سعر التلاتة انت فهم قصدي هناك من الأمور اللي نقدر ننقشها في الكواليس دون إعلان ما يزمط أداء السوق هيطلع بقى القيع يفتح زراعيه للزمالك للسوق بفتح زراعيه من أجل السيطرة على انفلات غير طبيعي وأسعار متضخمة تمثل تضخم مالي غير مبرر في أسعار لعيبة لعيبة غير دولية بتوصل بالعشرين والخمس عشرين والخمستاشر مليون مش ممكن هذا غير حقيق وغير منطقي الوكلة والسماسرة بلعبوا دور في الديانة مؤكد هم اللي بيقاججوا العمل ايه وفي نفس الوقت هديني بقولهم على الهواء اللي حيشتغل معانا بما يرضي الله حنتعاون معاه يا إما اشطب يعني بما يرضي الله بما يرضي الله ما تروحش يتلف من ورايا وتعلي سعر اللعيم عشان نزبتك تزين مثلا ما تاخدش أسراري زي ما حصل يومين اللي فاتوا مثلا أبصى لقيني بكلم لعيب ألاقي ناس مش منتبهة ليه دخلت في المنافسة عليه مثلا لأن الوكيل بيروح بيروح هو لما أكلمك وكلمني هو ضمن كده أنه هو سوى عمل سوئة ما هو يا حيديني يا حيديني آآ خلق سوء لكن أقولك أنا لو ركزت على واحد بس يمكن يضيع مني إذا لعبت اللعبة دي إنساني أزبط أداءك مرح إحنا الفرصة الزهبية للأهل أن يدي محددات تزبط أداء السوق هي دلوقتي أنا ببلبط في الميا ومش في صحرا طالب كبات ميا تاني أنا ظروفي تسمح إن أنا أفرض سلوب منطقي مش مش بضغط على حد إنما عايز عايز أشتغل بقليات تزبط أداء السوق وبطالب الجميع يتعاون معنا بما فيهم اللي عنده لعيب ما أنت لما تبلغ أو شعر لعيبك لا أما نخرج فاصل أه أفضل لكوحلة كده حادل من أخرج فاصل طبعا أنت نفسك لما يبقى معاك مبلغ زي ما أنت مشايف إن الأهل معه فلوس فبتحاول تأخده منه لما بيبقاك أنت معاك فلوس بالأهل أو زمالك اللي أنت بتجيب منه حيحاول أخده منك شكرا